نعمة ربنا النهاردة كده نكمل شوية في إصحاح من إصحاحات الكتاب المقدس مشهور أعتقد يمكن كلنا سبق لنا أن إحنا قرينا أو تعرضنا له بشكل أو بآخر أحاول لكم يعني ليه النهاردة يعني نتكلم عن ليه نهاردة نتكلم نعمة ربنا على الإصحاح 37 0 حصغيال من يعرف صح 37 من 0 حصغيال ده فيه هادي يفتكر 33 37 آه العظام بضبط رؤية العظام اليابسة خليني أقول لكم ليه الأول كده حاجة برا الموضوع دي افتكرتوا لأسبوع اللي فات اللي صح ده افتكرتوا ليه حاجة يعني صدفة أو تدبير أنا في مصر كنت بأخدم في معظم الوقت كنت بأخدم الغي سكول يعني سنوي فسنوي سن بتاع أو المراهقين يعني من الحاجات اللي كتير موجودة فيه يعني فكر الانتحار حاجة معروفة إنه كتير التينيجرز في فروف الانتحار فأمريكا بقى بينتحروا فعلا ففي مصر يعني ففكرة ما أشوفة ففي أول ما كنت بأخدم ثانوي فولد جالي يا أستاذ أنا بفكر في كذا أنا طبعا أول واحد خالص اتخضيت قلت يعني حاجة كبيرة فبعدين فمحا ما عدتش أعمل معاي وبعدين كلمت حد دجور مني خادم فقال لي أقعد معاه إقرأ أسقيل 37 فقال لي مدايق وقلوا يعني هي أخصى حاجة هتكون مدايق منها مهما كانت للموت ربنا هيقوم الموت ده وبعدين بقى كل لما يعني يصدف إن قابل حد يتكلمني في الموضوع ده يعني أقرأ معاه الصح ده فالأسواء لفات حد بيتكلمني خادم بيقول لي ده فيه ولد بيقول لي كذا مفتكرت بيقولت له آه نحن بنقرأ الصح ده يعني مع العلم القديم خاليني برده قبل ما نبتدي أقول الملاحظة كده كان الناس بتشوف الكون ازاي الأرض يعيشين عليها وفي أب السماء أبا ديت ربنا ايه فوق الأبا أو أين كان إله بتاعك مين يعني في العلم القديم مش شرط تكون يهو مؤمن بربنا لو حتى لو بابا من بابل من مصر ثم تحت الأرض فيه ايه الهوية الهوية الناس عايشة على الأرض بتتحكم فيها الآلهة بسلطتها بعدين لما بتموت بتروح اتسمها لايه الهوية تحت الأرض فكان فيه اعتقاد كبير انه الآلهة بيها سلطة علينا على الأرض لكن لما بنروح الهوية الآلهة خلاص من هالسلطة تحت الأرض كده يقولوا كلمة هوية جات في الكتاب المقدس في العربي أنا ما شوفتها اعتقدها يبقى نفس الرقم 82 مر 82 مر يبقى الناس بتموت تحت بعض الحضارات قالت تافيئة لها مخصوص بتحكم الهوية ديت وفي ناس قالت لا هو فيش هاليها ولا حاجة هو ما الناس سلطة خلاصة انه الهوية بتاعتنا ما تقدرش تروح للهوية الهوية دي في الحضارة اليونانية استخدمت وبقى من مراضفاتها كمان الجحيم فكان الفهم العام انه كل الناس لما بتموت بيروح الهوية ممكن ينحدر بشيبة صالحة للهوية يبقى انسان كويس يروح ينحدر بشيبة زي ما تقال على إبراهيم وصحاوي أو يكون شرير فينحدر بخطية أو بدم يعني فيروح للهوية مثلا يعني تقال عن يعقوب أبو الأباء انه فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهوية لو عارف انه بنيام يقوله بوات يوسف لو بنيامين مات مننا كمان حيروح للهوية بحزن فهو رايح ورايح رايح يعني وشاف يقول رفع في الهوية وفي العذاب وراه إبراهيم من بعيد ولا عذر في حضنه بعض الناس بتقول لا عشان هذا الجحيم وده ماشي الجحيم بعض التفاسيات لا هو يقصد يعني لفل الهوية خلصنا على الصليب يعني ذهب إلى الجحيم أو بنقصين الهوية إنه أقصى موت يعني موت يتم نهائيا تماما لما النفس تروح فين تروح للجحيم أو لقبل المرحلة دي تموت ناقص لسه مش مكتمل تموت مش مكتمل عشان كده قريت مرة كتاب خيارات بروسطنطية كتير قوي وترفض فكرة يقول ما فيش حاجة اسمها المسيح رح للجحيم آيات اللي انتو بتعتمدوا عليها آآ يعني آيات جدلية مش مش كلام واضح قوي صعد إلى العول سبا سبيا أعطى الناس عطايا يعني نقدر نفهمها بشكل تاني فالكلام مش واضح قوي وانتو بتعتمدوا على تقليد أكتر منه وتقليد غير مرئي انتو محدش شاف يعني محدش نزل مع المسيح شاف اللي انتو بتحكوه ده يعني الناس يوصل يلمس يلمس يعني يلمس حيطة نهاية الموت ويطلع منه وده معنى من المعاني اللي احنا بنتكلم عليها معجزة للمسيح زي اقامة العازف يعني الفكر السائد بصوا في القرن الاول كان فكر اليهود عبارة عن فكر جاي من العهد القديم كان نصوص الهية طليد بقى من كلور وتقاليد جاية من حضرات محيط حاجات كتير الاخر مكونة زهنية الشخص اليهودي اللي عايش ايام المسيح في القرن الاول الميلادي هو كان عارفين انه الانسان بيموت بعدش كم ساعة كده يمكن يوم يروح يوصل ياخد له رحلة زي مثلا الرحلة اللي بيحكوها القدماء المصريين للانتقال النفس يوم مثلا يوصل بعد كده الجحيم وخلاص كده خلصنا فالمسيح لما قوم اللي ماشي في ابن الارمالة او اللي لسه ميت الناس دول بالنسبة اليهود ماتوا بس ما لحوش يوصلوا فين الحين آه هي حاجات عظيمة ما شوف ناس زيها بس انت نديته قبل ما يطلع انما معجزة قامت العازر اللي قالت عليه انه قد أنت يا سيد قد أنت جسديا لكن كمان المشكلة اللهوتية اللي وراها كبيرة ده في الهوية هتجيبه ازاي من الهوية العهد القديم من قبل العهد الجديد كان بيشدت جدا على انه الله اللي بنعبوده يهوى له سلطان على الهوية هايات هايات وان فالن 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 هايات 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 في الهوية فهوشع من يد الهوية قفديهم من الموت اخلصهم أين اللي بنستخدمها كنبوة عن المسيح اين اوبائك او شوكتك يموت اين شوكتك يا هوية تختفي الندام من عينيك وبعدين في النبوة برضو اللي بنستخدم عن المسيح انك لا تترك نفسي في الهوية ولا تضع قدوسك يرى بصوا الحاجتين لو تبلغ على في مشكلتين في الاقامة في القيامة انك نفسي في الهوية دي مشكلة وانه جسدي يفسد فانت عشان يحصل قيامة كاملة لازم يحصل حاجتين الجسد ما يفسدش او يرد من الفساد والحاجة التانية انه ان النفس تطلع من الهوية دل انا بتكلم يعني دلوقتي احنا بنتكلم على احنا عندنا الجحيم مكان انتظار الاشرار والفردوس مكان انتظار الابراء لكن زمان العصر العاد الاقديم هو ده ما عندهم التمييز بين فردوس ومفيش حد بيخش فردوس في العاد القديم الكلام ده بعد المسيح فضوه ده تعالوا نقرأ مع بعض اسقيال 37 للصح ده وانا بشوف الاباء قالوا في ايه لفت نظري كم حاجة الحاجة لانه انه اكتر من اب دور على حاجة غريبة قوي قالوا نفس الجملة له هذا الاسحاح يقرأ كثيرا في الكنيسة هذا الاسحاح او ان هذا الجزء يقرأ كثيرا في الكنيسة في روم زابيل فم اعتقد غرهولوس النيسي الاربع خمس اباء التفسير حاطت اسماء قالوا نفس الملحوظة انه الكنيسة الاولى كانت بتقرأ حسقيال 37 وده له كذا سبب اولا انه وهم بيأكدوا على الايامة ان هناك قيامة في مجتمع الليني يا اليونانين مش بيؤمنوا بقيامة انه اصحح بالنسبة لهم رؤية بصرية لربنا اللي بيأون ثاني حاجة انه هم في حصول اضطهاد والاضطهاد يعني انت بتوصل للموت خلاص فانت مهم انك تشوف حاجة اجزاء بتطلع من اجزاء الانجيل اللي بتتكلم على الله اللي بيقيم الاموات الاسباب كتيرة الاصح كان يقرأ كثيرا ده ده حاجة الملاحظة التانية في رؤية الاباء للاصح قال قال ان ان انا شايف الاصح ده يعني اقوى نوع من النبوات في العاد القديم ايه اذا ابي الفم قال كده حاجة لطيفة قال احنا اباء انبياء عظام قالوا كلام عظيم وقالوا النبوات مستقبلية يعني شافوا مستقبل لكن الجزء ده في شيء مميز ده مش شاف مستقبل ده شاف عظم بيتجمع وقيامة مش فرض ايش فكلمة نبوية يعني يقول لو بيقارن الكلمة النبوية يقول كلمة نبي جابت مستقبل ده هنا كلمة نبي جابت ايه قومت جيش فده اقوى اقوى كلمة نبوية شفناها في الععد القديم القديس مثلا نيس يقول ايه لقد تجاوز حسقيال بالروح النبوية كل الزمان والمكان وبقوته على التنبؤ وقف في نفس لحظة القيامة يعني راح بقوته يعني بالنبوة للحظة القيامة بالنظر الى المستقبل على انه حاضر بالفعل شايف وقف على الايام قد جعلوا امام اعيوننا في وصفه وعن الروح وعن القيامة فبيقول انه راح الرينج بتاع النبوة النبياء العاد القديم هذه منين هم لو عايشين في عصر فأول حاجة يقدروا يتنبؤوا بها مستقبلهم هم كيهود بعد عشر عشرين سنة وبعدين ينط الرينج يكبر لحد ما جاء المسيح وحياة المسيح وخلاص ايه اخر رينج النبوة اخر مدى زمني النبوة ممكن تجيبه القيامة نبي العاد القديم اقصى حاجة هيجيبها ان المسيح يجي وبعدين احنا نعمل ايه يخلصنا ونموت ونقوم فده اخر الرينج نتجيبش بعد كده نبي للعاد القديم هتجيب ايه فده اخر الرينج انه جاب ايه القيامة عشان كده دي الملاحظة اللي يقصدها النيسي نقرأ بقى مع بعض الاصحاح احنا مش هنتكلم يعني كتير لكن تقول كده باسمو الاب والاب الاخ وكانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقع وهي ملقانة عظاما وامرني عليها وامرني عليها من حولها وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقع وإذ هي يابسة جدا عظاما يابسة جدا فقال لي يا ابن آدم أتحي هذه العظام قلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أياتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب كذا قال السيد الرب لهذه العظام هأنا زأدخل أنا زأدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب فتنبأت كما أمرت وبينما أنا تنبأ كان صوت وإذ رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظم ونظرت إذ بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح فقال ليه تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح كذا قال السيد الرب هلما يروح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا جدا ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي بيت إسرائيل هم هم يقولون يبسط عظامنا وهلك رجائنا وقد انقطعنا لذلك تنبأ وقل لها أولئها كذا قال السيد الرب أنا زأفتح قبركم وأسعدكم من قبركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبركم وإسعادي إياكم من قبور شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمته وأفعل يقول الرب مجدا لسه إحنا في حسقيل 37 حسقيل بيتنبأ في السبي هو في السبي في المراحل الأولى وبعدين ما كانش لسه أرشاليم متهدت وبعدين عادلهم أرشاليم الموت قادم الموت قادم الأرشاليم حتتهد إحنا مش راجعين دلوقتي خالص لسه بدري الأرشاليم حتتهد ولهيك الحيروح لما تقروا الأجزاء الأولانية من حسقيل مثلا زي حسقيل 7 كلام يعني أقراركم آيتين من حسقيل 7 كده كلام يعني حسقيل 7 ده تقرأت عيط صرامة كلام ربنا بيقولوا في حسقيل 7 هكذا قال السيد رب شر شر وحيد قد أتى نهاية قد جاءت جاءت النهاية انتهب انتبهت إليك ها قد جاءت انتهت دور إليك يا ساكن الأرض بلغ الوقت اقترب يوم الاضطراب لا تخير النهاية جاءت خلاص نهاية قد جاءت النهاية على زاو الأرض الأربع الآن النهاية عليك أرسل غضب عليك وأحكم عليك طرقك وأكلب عليك كل ركساتك نهاية جاءت كلام بيقولوا النهاية جاءت خلاص انت هتموت هما لما بيحصل ده خلاص اللغة النبوية على طول تقلب من التحذير الشديد للرجاء فهم قناعة اليهود انهما وصلوا لمرحلة الموت هما في الموت فعلا فبيجي هنا بقى الجزء ده الرؤية اللي احنا قرناها تحيا هذه العظام تحيا هذه العظام قال له احصق يا ليه السيد انت تعلم قال له تنبأ على هذه العظام اللي عايز اتكلم فيه هو من هم العظام اليابسة نقدر نتكلم سياقا هنا للشعب من اسرائيل لكن خلينا نتكوف يعني حاجات انا هفكر كده في ثلاث مستويات او انواع احيانا نحن شخصيا نحس ان احنا وصلنا لهذا الموت احنا العظام اليابسة احيانا بنوصل لمرحلة الانسان لظروف معينة قد تكون بسبب خطية زي بان اسرائيل لو بيلوم انتوا عندكم جنجسات ووصلت كل الموت اول الظروف العياف يعني ايا كان شكل الوضع واسبابه الانسان ممكن يحس انه وصل لمرحلة الموت نميت مش انه حيموت احنا خلي بالنا احنا هنا مش بنتكلم على انك خايف تموت خايف تموت يبقى ربنا انقذك من الموت المشهد هنا انت ايه او ده واحد ميت يعني انت في وضع كمري في الموت فاحيانا الانسان بيوصل للمرحلة دي في وضع وصف انه موت وما بعد الموت لانه عظام يبسة بينقصين هو في الهوية خلاص خصاب الارض هو في الهوية تحت خلاص ده مستوى لو التاني ممكن اشوف حد في ديرتي في عائلتي من النوع ده حد قريب يعني شايف بالذات شايف اخ شايف ابن ذكر مرة عندنا خوالة في الخدمة يعني هم بيقولوا عليهم فيش حاجة ما عملهاش فيش حاجة غلط ما عملهاش يعني بابابات قال لنا يعني طلب انه يقعد مع الخدام فروحنا كده كده فالأب قال لي بصنا جاب لنا شاي وشايف عايز سألك سؤال احنا 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 مش هنخب على انتو اكتر الناس عارفين فيها يعني وفي امل يعني الابني بوضع اللي هو فيها بكل اللي بكل اللي بيحصل اللي يعني ولا خلاص هو هو راح احيانا ممكن حد يحس في دايرته وده بيبقى يعرفه كويس بقى لانه ملاصيق يعني انا فلانا اهو اخويا ابني بنتي مراتي جوزي بشايف بس دا ميت عظم يا بس المستوى التالت اللي ممكن فكرت فيه لو احنا بنخدم احيانا كتير بنشوف مخدومين دايرة الناس بنخدم في الكنيسة حوالينا او برا بنحاول هم عظم يا بس فكرة انه الشخص عظم يا بس دي مش في ادينا هو عظم يا بس السبب عنده يعني الا لو انا العظم يا بس ممكن يكون عندي قطية لكن لو اخر هو عنده غلص لكن ربنا قال ايه تقل حسقي السؤال خلينا انه احنا ماشي كما نفكر في التالت مستوى التحية هذه العظم بين قصين يعني حرد الفساء ده احنا مش في جسد بقى انتن يعني حسقي عزر اخته كانت شايفة انه هو الجسد مع بعض بس انتن احنا هنا بقى في عظام متفرقة متفتتة والجلد بقى مش انتن ده مش موجود اصلا خلاص ده تحل الوطار يعني هل تحي هذه العظم انت تعلم فقال ليه تنبأ على هذه العظم تنبأ هنا بس ناخدها كأنه هيقول حاجة هتحصل في المستقبل يعني 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 لا وبيتوقع تنبأ هنا في العمل يعني نقدر ناخدها بمعنى اخدم هذه العظم علم هذه العظم ارع هذه العظم احتضن هذه العظم انزل اخسر رجلين هذه العظم تنبأ لهذه العظم قول كلمة ربنا لهذه العظم صاحب وانت حتقول كلمة ربنا ربنا هيقول لك حاجة قلها هيقول لك قل كذا يطلع أي حاجة هيقول لك اي 위한 كان أنت ستنقل اللي سيقول لك ربنا أنت كده تتنبأ على هذه العظام بصرف اللي بقى لنا أنا قلت أنا دايرتي والخدمة أو الكنيسة أو الدايرة الأكبر قول كده هياتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب طبعا لو حد غير حسقيال أو حد غير مؤمن يعني كان قال له يا سيد العظام بتسمع ايه اللي سأقولها اسمعي كلمة الرب بقول لواحد عايش مع كلمة الرب لما أقول للعظام اسمعي كلمة الرب أحد أعتقد أوريجانوس أنا ما كتب بيقول ملاحظة في قمة الزكاء وحاجة كده معناها إنه مفجأة الإصحاح إن العظام بتسمع العظام طلعت عقلة انت بكتش شايف الوضع العظام سمعت دي ملاحظة يعني مش عشان مش بس فقط هو بيقول كده مش بس فقط علشان هي كلمة ربنا اللي لو أنت بتكلم خشب حيسمعها آه ده سبب لكن كمان في سبب تاني العظام بتسمع بس انت مش أخد بالك فلو إحنا في الملاحظة الأولانية لو إحنا لو إحنا عظام يا بس لو إحنا في الموت إحنا ولينا ناس لأي أن كان المستوى بقى تبتدي نتنبأ على نفسنا حتى على قلوبنا معي كلمة الرب لأنه هو ده المخرج اسمع كلمة الرب اسمع كلمة الرب دي ننبأها على هذه العظام اسمع كلمة الرب نمخرج من الموت سيد المسيح لما قال للقيامة هتحصل هتحصل ازاي هدعوها ينده فتحصل القيامة صح جزء تاني بيقول ايه يقول خرافي مالها هو يتكلم مش على القيامة بس خرافي تستعرف صوتي فأنا تخيل كده لو ربطت جزء من العهد دي كده مع بعض أنه المسيح بينده وحياخد الجداء لوحدها والخراف لوحدها نداء القيامة ده الخراف عرف صوته هي عظام الخراف دي وقتها بقى عظام عظام في موت بها فيزيكا بس هي عرف صوته حتى وهي عظام هتقوم لأنها تعرف صوته فالمطلوب منها بس أنها اسمعي كلمة الرب اسمعي كلمة الرب أنا زا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأوصل عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا هو ابتدى بالحاجة اللي هاملها في الآخر هو آخر خطوة خالص لإيه الروح قال لهم أنا هحط فيك روحا كم ممكن روح إيه روح إيه إحنا زي الكوتشينة متفنطين مترميين زي البازل المتفكك أنا هدخل فيكم روحا لأنه الهدف هو يعني يعني الهدف أنا مش بعملكم أتحف مش بعمل تمثال شاما الهدف إن أنتم تحيوا قال كده روحا فتحيون فحتقوم أنت حتقوم ده الهدف بتعربنا الهدف بتعربنا من خلقة الإنسان إنه يعيش إيه آية جميلة في العادة القديم ربنا بيسأل الشعب يلوم لماذا تموتون يقول الرب أنت بتموت ليه ربنا في الأعطاء أشفاكر فين أذكر الآية فين بس يلوم كده لماذا تموتون يقول الرب ربنا بيسألك سؤال منطقي أنت ليه بتموت أنا مش عايزك تموت ما طلقتش إنك تموت أنت ليه بتموت نفسك هدف ربنا إيه هو الحياة ففي الأول سأل ربنا أتحي هذه العظام قال له يا سيد أنت تعلم يا سيد أنت تعلم خلي بنا هو هنا بيقول أنا مش عايز ممكن ربنا يكون عايز أو مش عايز لكن إحنا عارفين أنه ربنا قردته تريد أن الجميع يخلصون فهو أكيد عايز هو ما قالكش إنه مش عايز وبعدين يبتدي يقول له اسمعي كلمة الرب دياتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب قال لنا أنه العظام اليابسة وصلة لمرحلة تموت هي غير قادرة يعني مش هتعمل حاجة يعني متتحرك العظام اليابسة مش هتيجي تروح الكنيسة يعني دي عظام اليابسة فتنبأت كما أمرت يعني قلت لها هياتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب أنا زي أدخل فيك يعني قلت قالهولي ربنا قلته ودي بقى النقطة التانية وأنا أبقى أمين مع نفسي سمع نفسي كلام ربنا وسمع دايرتي سمع المغدومين كلام ربنا يعني أنا برجع للثلاث اللي أنا قلته أسمع نفسي أنا حاعد لا طبعا ما أصدتش ولو أن الترديد ده كافي أنه دخل فيها مرة أب راهب قال لي يعني كان بيكلم شيخ أكبر منه هو بيحكي بيقول في بداية فكان يظهر يعني أنه بيقرأ الإنجيل وبيروح للأب الأكبر قاله في آيات أو حاجة كده فكان في أوقات يقول له ورددها الآية اللي أنت رددها يعني زي الهزيز يعني أعطي كرر فبيقول أن المفاجأة أنه بعد ترديد لفترة فما أحيانا كلمة ربنا محتاجة مساحة أنها تخش وهي ستبقى واضحة فهما طبعا الفهم ليس التفسير العقلي فهم القلبي اللي جوه لكلمة ربنا فتنبأته كما أمرته فكان الأمانة بتاعت حسقيال أنه دايما تقال له قال روح كلم الأموات قال له حاجة روح كلام العظام اليابسة حاضر العظام دي هتقوم قال له حاضر هو مش 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 مسألة مطيع حسقيال مش مجرد شخص مطيع لكلمة لربنا وشخص مؤمن أنه ربنا قادر يعمل كده وده جمال قصص الأنبياء لما بنتفرج على ربنا طلبات وأنا كذا مرة أتكلم في حاجات شبه كده طلبات اللي ربنا كان يطلبها من الأنبياء بتلعدي لديهم يروحوا وعملوا كلام طعب ويسبب أحيانا سخرية اللي حواليهم أنت مجنون مجنون اللي بتعمله لكن الحوال حاضر ربنا قال ربنا سيقوم تنبأت كما أمرت وبينما أنا تنبأ وبينما هو أتنبأ كان صوت وإز رعش فتقربت العظام كل عظم إلى عظم ونظرت وإزب العصب واللحم كسها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح ابتدى المشهد في فيديو كده لطيف بين أنيميشن يعني بيعمل الفكرة بصريا يعني العظام بتتجمع بعدين العصب كسيها بعدين الجلد يكسيها وفيه بقى الأباء تأملوا كتير في فكرة هو إيه العظم وإيه العصب وإيه اللحم والجلد اللي يكسوها آخر إنها الإنسان يتجمع ملاحظة جميلة الأباء تكلموا عليها أنا بحاول أقول لهم ملاحظات اللي كذا أب قرروها يعني إيه في أوريجانوس وفي النيس يعتقد يقولوا إنه العظام اليابسة متفرطة فده علامة عدم وحدة إنسان ممزق بداية طريق العودة إنه الإنسان يجمع تجمع تجمع عشان يقدر يقف يحيا من جديد وبياخدوها على بيطبقوا الفكرة دي على الفرد وعالكنيسة بيقولوا الكنيسة لو متفنطة ما ينفعش يجب الكنيسة تجمع علشان إيه علشان تقوم كلها مع بعض فرعش رعش ده بداية الحركة في مشاهد كده في الأفلام لما بيكون حد عنده قومة طويلة ونهي وبعدين يجيب مشاهد يده بتبتدي في الناس تفرح ليه بوادر الحياة بترد بوادر الحركة بترد فرعش ابتدى حاجة كده رعش رعش دي تقرن ايه مع الحياة ولا حاجة يعني رعش مكشوة هوا يعني لو حد محبط لكن الكتاب هنا بيتكلم انه اول خطوة مقدرة يعني هو فيه رعش عصر قربت العزام ونظرت وقس بالعصب واللحم كساهة وبصت الجلد عليها من فوق وليس في روح فخلاص اتجمعت الجس الاكساد فاضل ايه بقى الروح دي بتاعت ربنا الحياة بقى فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال السيد رب هالما يروح من الرياح الاربع وهبع على هؤلاء القتلى ليحيوا طبعا هو تنبأ مرتين يعني اتكلم مرتين مرة عشان الجسد يتجمع ومر عشان الروح تيجي جسد يتجمع دي اللي هي بيرجحها من الكلام اللي قلته في الاول فساد ترد كل الفساد اللحم بيرجع الروح دي هتجيبها من اين هؤية هترد حت طبعا وهو اسم الكلام مرتين مع حسكيال حسكيال او حي حد يمكن يقول ايه طبعا احنا رجمعنا العظم وحطينا جلده مش هنجيب ازاي الروح اللي مش يديه هنجيبها منين لكن هو قال له لا حاضر رب فالاول جمع الجسد وبعدين يقول ايه تنبع الروح فقال ليه تنبع الروح تنبع يا ابن ادم وقل الروح كذا قال استدرب هلوم يا روح من الرياح الاربع وهب على هؤلاء القتلى الرياح فتنبأ فتنبأت كما امرني فدخل فيهم الروح فحي وقاموا على اخدامهم جيشا عظيما جدا جدا قلت الروح تعالي فجت اقامت الموتة دي معجزة بس النبي اقام الميت قال اقوم فاقوم فمعجزة بتاعت ايه كلمة ربنا اللي قالت كلنا عارفين القصة في الوسطان رغبان الزغيرين راحوا للشيخ بتاعهم نفسنا نعمل معجزات اقامة ميت قال لهم جميع حقا سهلا رحوا توبوا انسان بعيد عن ربنا يا ابنت كده اقامت ميت ايه هو ما هي دي قامت الميت انت عايزت قوم ميت فيزيك يعني اقامه جيشا عظيما جدا جدا بعدين هو بيحكي هو ليه بيقول المثل ده المثل ده لانه بيقول انت كيا يهود قلت ان احنا عظام يا بس لا انت قلت كده ووصلت لكده تعال بقى انا ايه تعال انا اقومك تعال فالكلمة السر في الحكاية انه اولا الله يعمل الموت الله ينجي من الموت ده مستوى بس طب لو انا دخلت الموت الله يقوم الموت انه له سلطان على الموت المسيح مات واقام من الموت واقام معاه كلنا فالله يعمل الى درجة مستوى الموت مستوى الموت ده مش بعيد عن ربنا نمر اتنين انه وحنا عظام يا بس اسمعي كلمة الرب فانا لو وصلت للمرحلة دي هي امل لان ما فيش بعد كده لو حد في دائريتي لو حد في المخدومين عشان كده من اكتر الحاجات المؤلمة اني انا لو بفكر في حد غيري اني اي اس حتى لو بفكر في نفس ان اي اس من نفس يقول خلاص للاخر ما فيش اخر اي اس من نفس ان انا ماليش حل ماليش امل عند ربنا ماليش مكان او اي اس في من حد حوالي في دائرة اصرتي او في دائرة اصدقائي او في دائرة مخدومين لو انا بخدم يعني مخدم الكنيسة زمان ما شفتش القوانين دي بس انا قررت انها مكانت موجودة انه بتتشدد جدا لاي راعي يقول لحد خاطي انه مالوش امل يقطع يعني انه لو حد قال الخاطي جاي يعني بيقول انا عايز اتوب مهما كان اصلا انت عملت كذا في مستوى يقطع الراعي ده لانك ما ينفعش يكون المسيح الصليب وانت تقول لحد جاي ربنا عايز يتوب تقول لا انت خاطية يعني ما ينفعش الى درجة الموت الى درجة الاخر ربنا يشتغل يشتغل ازاي بحاجة بسيطة خالص على فكرة ابسط في شرح الخدمة من ابسط الاجزاء هو ده اللي ما قال تكنيك يعني ولا ستيب وان و ستيب توق لا هو بيقول حاجة في مجملها وفي بساطتها اسمعي كلمة الرب ياتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب وكلمة الرب دي ايه بوليس بيقول حية وفعالة وامضى من كل السيف زي حدين ف اسعدكم فبيقولهم بها هو رب يقول لليهود افتح قبركم واسعدكم افتح قبركم يعني انتو مدفونين انتو شايفين نفسكم في السبيل مدتو وادفنتو اوكي انا بقى هفتح قبركم وحا اسعدكم من الموت وارجعكم اسعد اياكم من قبوركم يا شعبي واجعلكم في ارضكم فتعلمون اني انا الرب يأس يأس شيء مؤلم يأس في النفس واليأس في الآخر شيء صعب خالص انه بيقفل خالص الجهد او المحاولة او الرجاء في خلاص ربنا لكن الجزء ده بيعلمنا وعشان كده اعتقد قولتو في الاول انه اباق بيقولوا ان هذا الجزء كان يقرأ في الكنيسة بتواطر يعني كثيرا يعني انه افتكر تملي انه ربنا يشتغل في الموت بل انه هو جي نفسه يخلصنا ويشتغل إلى درجة الموت عاليا شفنا المسيح حالصليب وشوف نبي وروح الجحيم وبيرجع فما فيش يعني سبب اذا كان ربنا بيشتغل في الموت انه احنا نخاف او نيقس او نقول ده ما فيش فايدة في انا وصلت للمرحلة الصعبة يعني كم القصص والخبرات اللي في الكنيسة عن الناس اللي وصلت إلى الموت وربنا ردها ما يحصاش كل واحد مش محتاج انا احكي لان كل واحد فينا او او قاعد يفكر يلاقي سواء من خبرته الشخصية او من خبرة الكنيسة قصص وسير واحداث ومواقف كتير قوي عن النوع ده من الخبرة مع ربنا الحاجة اللي عايز اقولها ايه هي بقى اشكال اسمعي كلمة الرب الحاجة الاولية اللي الفيزيكال دي هو ربنا كذا 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 بس لازم لما كن بكلم عظام يابسة كن بكلمها بلطف مش بفوقية لازم يكون بقدم لها المسيح اللي هو بيقول انه انا هاقوم من الموت ده مش مسيح متعالي مسيح عند الرجلين يقول تعالي انا هاقومك تعالي انا هاقومك انتي غالية عندي الحاجة اللطيفة بقى في الاسحاح احنا وصلنا الجزء اللي النظام الاسحاح من ايا واحد لخمستاشر لاربعتاشر بعد كده بيحكي حكاية يعني حكاية ايه بقى نختم بيها القصة دي هم اليهود كانوا في السبي في ارشاليم ورجعوا ورحوا السبي وشايفين ارشاليم اتخربت فايه فهم في موت وربنا اديهم الرؤية عشان كده هم اصلا اصلا فلما ربنا يقول لهم رجعكوا من السبي وانتوا مش اموات هقومكوا يا عظام يا يابسة ده بالنسبة لهم حاجة عظيمة جدا ربنا موقفش عند كده لهم يعمل حاجة انا حقولها شفويا يعني مش لازم اوحارة او ايتي كده يقوله وكان الي كلامة رب قال انه انت يا ابن ادم خذ نفسك عصة واحدة واكتب عليها ليهوزة ولبني اسرائيل ورفاقه خذ عصة اخرى واكتب عليها ليوسف يعني واحدة عليها يهوزة واحدة عليها اسرائيل وبعدين بقيت القصة يقوله كده في ايه عشرين وتكون العصوان اللتان كتبت عليهم في يدك امام اعينهم وقل لهم هكذا قال صدر رب هانا زي اخذ بني اسرائيل من بين الامم والذين زي ابو واجمعهم من كل نحية واتي بهم الى ارضهم وقصيرهم امة واحدة الارض على جبال اسرائيل وملك واحد يكون عليهم كلهم ولا يكونوا بعد امتين ولا ينقصمون بعد المملكتين اي اربعة وعشرين يقول وداود عبد يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راعا واحد فيسلكون في احكامي يحفظون طبعا داود اللي حيملك على الاتنين دلمين المسيح داود التاريخ يعني وخلاص ما فيش بقى حاجة اسمها اسرائيل لوحدها ويهوز لوحدها في اسباب للجزء لكن الحاجة اللي تلفت نظري انه حيانا احنا لما نقف مرحلة العظام اليابسة عندنا طموح له حدود كده يعني بس اطلع يعني انا تخيل واحد مش لاقي يأكل يقول بس اكل هلاقي فلوس اكل يعني مفيش طموح انه مثلا اشتري بيت يعني هو طموح بس ل لكن ربنا بيقول لا لو انا بتدخل لو انا بمدي ايه دي انت بتاخد بحسب قرم ربنا مش بحسب انت تفكيرك المادي انت بس عايز الحتة دي عشان تخلص دي مش بس بيدي انك تقوم كيهوزة بس ترجع لا 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 حيرجحك تاني هم زهن اليهود انه امجدهم امجدهم أيام داود وسليمان دي فترة الايام ما كنا حاجة حلوة كبيرة اي حاجة بعد كده من ساعة متفككوا يعني مش بجمال المملكة المتحدة القديمة الكرامة بتاعة داود يعني يقول له انا احرجعك للحاجة ما طلبوهاش مفكروش فيها ومين يجرؤ في السبي مش مين يجرؤ مين يجيبه خياله انه يطلب من ربنا يقول له ممكن ترجعنا داود ايه يا عم انت في السبي اصلا لكن ربنا بيديهم دا يديهم الحاجة الاكبر بكتير اللي طلبوها اللي هي ايه اللي هي المسيح طبعا هنا هنا هي المسيح انك انت هتاخد المسيح ملكا اكبر من اي حاجة انت شفتها قبل يعني دا كده ببساطة تأمل يعني او تعليق بسيط على الجزء وزي ما قلت انه اباك الكنيسة بيقولوا انه هم او بيشهدوا انه هذا الجزء كان يقرأ بالتواطر بالتكرار في الكنيسة الاولى ربنا يدينا نعمة في اي سؤال على الجزء او حاجة او تعال عايز اسأل الجزء دا احنا بنقرأ في الكنيسة عندنا شكرا حد يعرف عزيمة نبوة دي بتاعة حسقية ال37 بنقرأها امت بنقرأها فعلا بنقرأها امت بنقرأها يوم حد الزعف في التجنيز العام هي النبوة اللي بتتقرأ في صلاة التجنيز العام بعد قداس حد الزعف اكيد علشان القيامة يعني علشان دا التجنيز دايما صلوات التجنيز بيبقى فيها الفصول عن القيامة تجنيز الرجال تلاقيها والسيدات من كورونسوس الاولى 15 بس التجنيز العادي يعني على الوفيات مفهوش نبوات مفهوش قراءة من النبوات في قراءة بولس وقراءة انجيل ولكن صلاة التجنيز العام بتاعت اللي بعد قداس حد الزعف فيها نبوه فهي دي النبوه حسبت قراءة قصيا قولت عليك وحب اسمع برض منك الفيدباك اللي بوصل للإنسان اللي يوصل للإنسان اللي يحس انه أصبح حازم يعني يناشف مفهوش حاجة هو الرجاء اللي هو ما عندهوش رجاء في خلاص خلاص هو انتهى كده بالعهد القديم الرجاء كان كله حاجة ملموسة يعني مثلين ربنا يرجعهم لقوروشاليم لو كانوا في السابي أو في العبودية يرجعوا للأرض كنعان أرض مليانة لبن وعسل وكده بطفيض حاجات ملموسة كلها حاجات مرتبطة بأرض ومرتبطة بحاجة حلوة إنما في احنا أولاد المعمودية الأمر يختلف تماما ان احنا أولاد ربنا في إنسان جديد فالرجاء مش في أرض ولا حاجة هنا كلها حاجة فوق فالمستوى بتاعنا يكون أفضل يعني رجعنا بأقوى لأنه حاجة كبيرة وحاجة فوق مش مرتبطة بالأرض دي حاجة إيه اللي يوصل إنسان يكون فعلا عظم تماما إلا وإذا ما فيش خبرة الابن الضال لما خرج من بيته وامن بابا كان عنده خبرة زمان إنه كان قاعد مع بابا وكان كله حال وكله كويس كان عنده الخبرة دي إنما إنسان لو هو مش قادر يقوم فعلا إنه إنسان هو ما عنده خبرة قديمة أو ما عاش خالص أو ما عرف بيت بابا يعني طبعا ولو خدتها يعني السؤال بتاعك إيه يوصل حد أنا حتى ما جوابت يعني ما جوابت بس تعال ناخدها على بني إسرائيل النموذج اللي الكلام تقال عليه ربنا الأول اللهم معوا كلامي وبعدوا عن الأوسان وكذا لا تعملوا فعل الخير وما ترهنوش إخوتكم وما تعملوش كذا كذا لا يعني ربنا استمرار كلام من ربنا وبيتاب لا 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 وصولا لحد خلاص السابق آخر حاجة من ربنا تسلموا نفسكوا للسابق وحتعيشوا وما تخافوش بس ما تحاربوش بابل عشان تحافظوا لأ هنحارب بابل فرفض سنين بقى لأ ربنا يقوله لأ الحد لو في أي لحظة نص اللاءات دي الحاضر طبعا ما كانوش وصلوا للأ الزم اليابسة يعني تخيل لأخر اللحظة يعني خلاص سبي يعني لما نقرأ أرمية وحسخيال بنتشوف تدرج لمرحلة اللحو في سنة الثلاثة عشر لأرمية دي اللحو قال لهم خلاص سبي جاي سلموا السلاح ومحدش حيموت فيش واحد حيموت لو كانوا عملوا دي الأخيرة دي كانوا ما حصلش حاجة والمكان كان موجود والدنيا كان كويس هم كانوا معتمدين غلط على فكرة الهيكل موجود هيكل رب هيكل رب هو سخيال من سبعة لعشرة من سبعة لتسعة بيحكي يعني أشهر المشاهد أنه ربنا بيمشي من الهيكل يعني هم خدوا ربنا حل في جبل سينة خدوا من جبل سينة بيحل في الخيمة خدوا الخيمة راحوا بيها أرض المعاد بنوا الهيكل التابوت بالمجد حل في الهيكل فخلاص ربنا موجود يحصل ربنا موجود ربنا جيف حسقيال من سبعة لتسعة اللهم هم هي طب أنا حمشي لقينا مشهد حسقيال من سبعة لتسعة عرش ربنا تمالي عرش ربنا كرسي مثل أشعية كرسي لا شفنا الكرسي ده بقى له عجل الواحد موجود المشهد ده بعدين بقى مركبة يعني ربنا راكب يعني مركبة عربية مش قاعد على كرسي المستقر وبعدين بيطلع من الهيكل مشهد من سبعة تسعة بيطلع يسيب الهيكل يطلع على جبل الزتون وينطلق المشهد كانوا يقول ربنا سعب له كل هيكل خلاص وليه ويوري الخطايا يقول في خطايا وفي كذا وفي كذا هم اعتمدوا على حاجة كأن سور يعني حفزين ربنا في مكان فنحن نعمل احنا عايزينه انت موجود هنا لا ربنا دبعا ما يتعمل معكده عشر ايوت سكية طبعا هو في المشهد بتاع العظام اليابسة فعلا حد بعد رفض ربنا ورفض فرص التوبة ورفض انه يسمع صوته زي ما مراد بيقول في مراحل كتيرة لدرجة انه وصل لهذا الوضع من الجفاف التام والتفكك تمزق وصل لأسوأ درجة ومع ذلك في رجاء ربنا قادر على الاقامة من الاموات قادر على الاقامة من زي العالم النهاردة كمية التمزق والتفكك والرفض لربنا والاسرار على التمادي في الخطي والتمادي في الأخطاء وتحليل الأخطاء يعني قصدي تبرير بحريتنا نعمل نقتل ننجس هيكلنا يعني واسرار عنيف ويلبسوها ثياب حلوة واعلانات وفلوس بتتصرف بالملايين وبمئات الملايين علشان هذا الاسرار حد لما تتحول البلاد وتتحول الناس إلى عظام يابسها حد لما تلتقي بربنا حد لما تسمع صوته صوته بقى يدي الحياة من جديد تتلم العظام والمنظر الجميل ده تتلم العظام وربنا يجددها ويجددها كلها حاجات جديدة عصب ترابط وإحساس تحم العضلات الحركة تلت تفز والطون وتقوم والروح يدب فيها هذا عمل ربنا لكن هي مش متعلقة بس بعهد قديم وجديد حتى في العهد الجديد وإحنا أولاد ربنا في ناس ولدت من جديد الميلاد الجديد لكن عايشة بالإنسان العتيق وترفض ربنا وغرقت في الدنيا وبتتماد كابر وبتكمل بعيدة عن ربنا لحد لما تتحول لهذا الوضع عظام عظام يابسة جدا ومرمية على وكه البقاء معترة في الدنيا وبهدلة لكن كلمة ربنا برضو إحنا مش هنوقف ننبأ قول كلمة ربنا كلمة ربنا بتتزاع فسط الوش اللي إحنا فيه ده وفسط الجفاف كلمة ربنا بتتزاع موجودة على الميديا وموجودة على الناتو وموجودة في العالم كله بكل اللغات كلمة ربنا بتتزاع بيلقط وبيسمع ممكن يسمع حتى لو عظام يسمع يسمع يحيى كل حاجة تتلم تاني وربنا يديها حياة كلمة ربنا حياة على حية التنبأ برضو يعني طبعا احنا النهاردة قال النبي يعني حاجة يعني ممكن الكنيسة فيها الالاف من الناس قاعدة بتشوف حسخي للا ايه يال في عصره يعني لو قاعد مع جروب كده عشرة وتكلم معهم يعني مش قاعد يعني حاجة بسيط يعني 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 تخيل لو نبي من الانبياء العددين بيبص من السماء يقول انتو انا ما شفتش ناس بتسمع لنا بقولوا ده زيقوا دلوقتي يعني في وقته حتى ما شافش هو النبي ده الجموع قاعدة لا يعني ده بيكلم في المسبيين حاجات بسيطة لكن الكلمة بتاعته ربنا اداها بعد كده بقى انها لها صدى اكتر بكتير قوي من حتى هوية المجموعة حاجة التانية بس انه الزام اليابسة في نوعين او يعني في نوع اللي هو جاي بقى من خطية وكده واحيانا برضه يكون الانسان مر النفس الحاجات مش بسعب خطية حاجة يعني مثلا تقال على حيانا ام صمويل انكت مرت النفس لظروف احيانا في حاجات حوالين الانسان بتضغط عليه تسبب نوع من انواع العظام اليابسة دي مش في ايده على مرضية ظروف شغل يعني ودي يعني اللي بنشوف ناس كتير فيها وناس تكون مش بعيدة على ربنا بس يعني بتبقى ضغطة ايوب مثلا النوع يعني دخل في ضغط النوع ده مش باستمرار العظام اليابسة يعني النوع بتاع الخطية والابتاع ده نوع طبعا بس كمان احيانا تبقى برضو تقود الانسان انه يحس انه مر النفس جدا ونشوف ده طبعا كتير في جميع الاحوال هو العلاج ايا كان النوع اياته العظام اسمعي كلمة الرب شكرا يا مراد موضوع جميل جدا شكرا جزيلا تضال نصلي يا ابو الابن والروح بقدس الاله الواحد امين يا ربنا الحبيب يسوع نشكرك لانك انت القيام والحياة يا ربي اتيت لكي نحيا بك فاتيت يا ربي لكي يكون لنا حياة وتكون لنا بوفرة فرحنا دايما يا ربي بعملك فحياتنا وقدس قلوبنا وحياتنا لي وخلاص العالم كله انت قادر يا ربي انك تحيي هذه العظام اليابسة جدا وتعطيها يا ربي انها تكون كيش عظيم وتكون يا ربي حواليك في مجدك وحوالين عرشك ويؤمنوا بيك ورحوا بيك فينا دايما يا ربي نكون ملتصقين بيك كما اتعين بعمل روحك فينا فارك تؤمن السيد العدرة باركنا وبارك يا ربي يعود ابنك اللي كلمنا بكلمات الحياة الابدية دام نعمة فوق نعمة بارك شعبك في هذه كنيسة وفي كل كنيسة فاركت أمنا سيد العدرة استجبنا عندما نصلي بالشكر أبانا الذي في السموات يتقدس اسمه فيأتي ملكوتك فيتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض وسأنا الذي للغد أعطينا اليوم تغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن الجنى من الشرير مسيح سوع ربنا لك الملك والقوة والمجدية حبت الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوعا المسيح شركة موهبة تعطيت الروح القدس تكون معنا سلام سلام الرب يكون معنا ترجمة نانسي قنقر